من شرق الأوسط إلى أوروبا وأمريكا وآسيا اللورد ديفيد كاميرون يتصدر الساحة الدولية دور عادة ما يمارسه رئيس الحكومة ولكن عندما يكون حزب المحافظين في خطر خسارة الانتخابات العامة يجب تحديد الأولويات والأدوار ريشي سوناك يتولى الداخل وكاميرون الخارج الطريق لرئاسة الحكومة أحيانا يبدأ في وزارة الخارجية لينتهي بتن داونينغ ستريت وحاليا لا خيار أمام ريشي سوناك سوى الوثوق بوزير خارجية حكومته فمن هو اللورد ديفيد كاميرون؟ أرستقراطي ووسطي يدعمه تيار عريض داخل حزب المحافظين قد يكون قادرا على تعبيد طريق الزعامة لسوناك في الانتخابات المقبلة حرب غزة سقلت صورته دوليا عبر سفراته ومبادراته لوقف الحرب وبين عامي 2010 و2016 سلط الضوء على علاقاته بالصين التي وصفت خلال فترة رئاساته للحكومة بالحقبة الذهبية انتخب نائبا بين 2001 و2016 وقبل انتخابه عضوا في البرلمان عمل كاميرون باحثا في الحزب ثم مستشارا خاصا في الحكومة وكان عند توليه رئاسة الحكومة للمرة الأولى أصغر رئيس وزراء منذ 198 عاما دخل سياسة في الثمانينيات لإيمانه بالخدمة العامة كما عبر مرارا ونجح خلال مسيرته في أن يتولى زعامة حزب المحافظين لأحد عشر عاما متزوج وله ثلاثة أولاد توفي أحدهم جراء الشلل الدماغي في العام 2009 اخفاقه السياسي الأكبر كان حملة خاسرة لبقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي عام 2016 كانت بمثابة انتحار سياسي أخرجه من رئاسة الحكومة والسياسة لسنوات قبل تعيينه من خارج ملاك البرلمان وزيرا للخارجية بموجب مرسوم خاص من الملك ولقب لورد من لندن ريمة مكتب العربية